دكتور إبراهيم الشربيني هو المؤسس لبرامج أقسام علوم النانو بمدينة زويل العلوم والتكنولوجيا يعني خليني كده أقولكم سريعا حصل على 21 براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية إنجلترا أوروبا مصر فاز بجائزة الكومستا لأفضل براءة اختراع عندنا كمان تولى العديد من المناصب العلمية منها نائب رئيس اللجنة الوطنية لعلوم المواد الجديدة والمتقدمة عضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي وعضو الشبكة الوطنية لتكنولوجيا النانو وعضو اللجنة الوطنية لبحوث وتطوير الدواء حصل على أكثر من 50 جائزة علمية ودولية وعربية ومحلية يعني الكثير من الجوائز حصل عليها معنا دكتور إبراهيم هو بنورنا من أكثر العلماء اللي هما 2% بنتكلم من أكثرهم تأثيرا على مستوى العالم براحب بك دكتور أهلا وسيا فهم ليه حضرتك بتعتبر من أكثر العلماء تأثيرا في العالم هو الحقيقة ده تصنيف اسمه تصنيف ستانفورد ده بيعمله مجموعة من علماء ستانفورد طبعا ستانفورد جامعة عريقة مش بس في الولايات المتحدة الأمريكية لكن على مستوى العالم التصنيف ده بتعمل سنويا بحيث بيعملوا إحصاء للعلماء اللي موجودين في 149 دولة بالتعاون مع دار نشر الشهير اسمهاء السفير بحيث يحددهم مين فيهم أكثر تأثيرا من خلال عدة عوامل أهمها مثلا مدى جدوى الأبحاث بتاعته الاستعانة بيها في الاستشهادات البحثية وأختها كمراجع الأخير فالحمد الله أعتقد توفي من ربنا كنت العمد تاني على التوالي في الاستة دي أو القيام دي نتكلم بقى عن الاختراعات بتاعته ونركز بقى لأننا كده دردشت معايا قبل الهوى حاجات يعني بصراحة اختراعات يمكن أنا أمورة أسمع عنها معي عشر دقيق هنحاول على قدر ما نقدر أن نقول أهم هذه الاختراعات أول اختراع معانا هي الضماضة النانومترية الذكية تمام حضرك طبعا يمكن أنت عرفي والأستاذ المشاهدين يعرفون أن فيه أكتر من نصف مليار بنا آدم مريض بالسكر في العالم مصر الواحدة فيه حوالي 9 مليون مريض سكر ويمكن فيه عدد مشابه كمان يعني 9 مليون تانيين في مراحل مبكرة أو لسه داخلها للسكر يعني المشكلة في مريض السكر أن الجرح بتاعه له مواصفات خاصة مواش جرح عادي بما أنه أكثر تعقيدا المشكلة كمان مش في الرقم اللي أنا قلت الوقت النصف مليار مريض سكر على مصر العالم ولكن الأخطر أن حوالي 15% على الأقل من الرقم ده بيتعرض لي الأمبيوتيشن أو البتر صحيح نتيجة الغرغرينة صحيح ليه بقى؟ لأن للأسف شهد فيه ناس كتير جدا ما تعرفش أن جرح السكر غير الجروح التقليدية وبالتالي محتاج معالجة خاصة سعرض فيه صعوبة في الألتان بالزبط كده فإحنا عملنا إيبقى؟ درسنا الموقف بالكامل لأن أنواع الدريسنج أو الحاجات اللي بتستخدم في العلاج الجروح بتبقى حاجات كلها تقليدية مجرد عشان تشيل ميكروبات وخلافه لكن إحنا بقى أدمجنا تقنية النانو أو نانو تيكنولوجي مع علم جديد اسمه تيشو انجينيرج أو هندسة الأنسجة بحيث الضماضة اللي بتحط لي مشكلة بتقنية النانو أول ما تحط على الجرح وبعد ما بتنظفه أوتوماتيكيا بتدي إيحاء للخلايا بتاع الجلد المحيطة بالجرح إن الجرح بقى تمام التمام فبتشجحها عن نمو الطبيعي عشان كده الجرح بيلتائم في فترة قياسية حاليا بنتكلم فقط أي تقريبا مقارنة بالتقليدية اللي عملناها مثلا في عشرين واحد وعشرين يوم في معظم الحالات طبع مقارنة بشهور لأ عشرين يوم بالزبط كده وفي نفس الوقت كمان مش بس كده ده مريض السكر بجد بيقعد بالسنين بالزبط فده ده ده تحلي مشاكل كتير جدا غير كده كمان الضماضة زكية من عدة دوانب إن هي بتعالج كافة المشاكل اللي في الجرح بما فيها حتى فيها زي سنسور كده زاير لونه بيتغير تباعا تبقى لمرحلة التقام الجرح وبالتالي المريض بيحطوها مرة واحدة ويقدر تابع جرحه التقام ولا ويشيلها مرة واحدة فبتحتاجيش تغارع الجرح سوء تيزا سينجل يوز دوسج عملنا مينة أشكال مختلفة الوقتي في حاجة حتى سبري وأشكال أخرى الوقتي ودخلين على المراحل التجارب السرية الفترة الجائية بدعم من أحد البنوك اللي هو بانك الإسلام التنمية التجارب السرية بتواجد فترة عدقيل احنا لسه محتاجين نتحرك فيها الفترة الجائية طبعا كانت أول عائق قبل التجارب السرية ان احنا نصنع مكناة كبيرة تقدر تعمل البجيات دي على سكيل كبير الحمد لله المكنات صناعت في الصين بنموذج مبتكر وبقت موجودة الوقت في نزول ونبدأ ان شاء الله الفترة الجاية تحرك فيها طيب في بعض الأحيان طبعا العين بتحتاج لمضادات حيوية أو اللي هي أطارات الجفاف حادثك ابتكرت برضو حاجة بديلة عن الأطرة نظام أكثر ابتكارا تمام هو برضو زي الضماضة كده أنا وجزء من الفريق بتاعي اشتغلنا على مشكلة العين دي لأن طبعا أي مرض بيصيب العين الطريقة الأكثر انتشارا لتناول الدواء في العين هي الأطرة للأسف شديد في ناس كتير جدا متعرفش أنه علميا سابتة أن حوالي 95% من الجرعة الدوائية اللي الواحد بيحطها في عينه وبتنزل جرد ما الواحد يحط الأطرة في عينه نتيجة الـ eye tears أو الدموع أما جرد ما الواحد بيقيه في العينه وبعد ما يحط الأطرة طبعا يبقى كده في فقد كبير جدا وعشان كيه حرك بتحتاجة تحط الأطرة فترات كتير أنا بكايمشي على حسية وأمراض بسيطة لو في واحد عنده مرض خطير في العين دي هتسبب له مشكلة كبيرة جدا فكان البديل إن هم يلجأوا لحاجات أكثر لزوجة زي الـ eye gel والـ gel والـ ointment المراهن بتاع العين بس دي بتعمل blurry بتخلي العين بلوري ما تقدري تشوف اللي هي مشوشة مشوشة ما قدر تشوفها عشان كده ما ينفعش حطها غير قبل منام ما ينفعش تحطي بالنهار وبالتالي بقى الجرع محدودة برضه لأسف الشديد ما حلتش المشكلة لجوا لثيرابيوتيك كونتاكت لينسز أو كونتاكت لعدسات اللاسقة فيها عدوية بتعمل ألرجي وحاجات مشكلة فإحنا لجأنا لطريقة جديدة خالص وسجلناها برقة اختراع والحمد لله تم منح البرقة من اتحاد الأوروبي لسه من فترة قصيرة جدا من أسبوع أو أسبوعين عملنا حاجة زي حت بيس كده نحن عملنا الفريق بتاعي في زويل فعملنا المش دي زي ورقة تسايل ورقة بالزبط أبعدها صغيرة جدا 2-3 ملي طول وعرض والثيكنز بتاعها لها تعدى 1 على 50 ورقة التصوير العادية رفع جدا بتتاخذ على الصابع بعد ما بتشال من الكفر بتاعها بتاخذ على الصابع فيها ميوكو أدهسف ليير بتشدي جفن السفلي بس وتحطها جواه عشان هي صغيرة جدا ما تحسيش بوجودها أصلا خالص دي بقى بتعمل ايه دي بقى بتبدأ تدوب مع الوقت وجواها الدواء وبتمشر الدواء بينتشر بشكل منتظم جدا جوا العين كلنا أبقى أنا كده مش محتاجة حط أطارات خالص دي تحتفظ بالجرعة 100% من الجرعة ما فيش فقد خالص وتدوب مع الوقت وفي نفس سوقت كمان ما تحطيش الجرعة غير مرة واحدة كل عشر طيام ولا حاجة والله وبالتالي باكده وسهل جدا حتى الأطفال من يخطوش منها دي بلاد فورم دي بلاد فورم يستخدم لأي حتى الحصية من أول حصية الحاد حتى سرطان لأي والأطفال كمان والأطفال دي بسهولة جدا كمان أسهل من القطرات يعني دي حصلت فيها دي برضو بقى اختراع تم منحها من حوالي أسبوع أو عشر طيام ألف موقع برضو وإن شاء الله تعالى في طور برضو هتحرق بيها إن شاء الله عندنا أي يا رب عندنا حاجات كتير قوي عندنا توفير الأسمدة في مصر أو توفير الأسمدة بشكل عام يعني هي تكنولوجيا مبتقرة لتوفير الأسمدة طبعا ده برضو من ضمن المشاريع القومية اللي بدعي أن هي قومية كبيرة جدا اشتغلنا عليها الفترة اللي فاتت ده كان بتمويل من أكمية البحث العلمي وكذلك تم الحصول عليها براءة اختراع برضو كاملة تم منحها يعني حضريك مثلا من ضمن أسندة المشهورة جدا في الاستخدام سماد اليوريا بالزبط كده سماد اليوريا ده سماد يمكن مصر تنتج منه حوالي بتاع 11 مليون طن في السنة لكن مشكلة أنه سريع الزوبان في المياه وأول ما الفلاح بيستخدمه في الأرض بينزل طبعا في الديب يعني بيحصل ليتشنج أوت وبيهرب من الجزر بتاع النبات وبالتالي النبات ما بيستفدش للأسف غير بخمسين يمكن أربعين في المياه في أحيانا من الجرعة فمن الطرين زود من الطرين الفلاحي زود تاني ده بيعمل هادر بمليارات الجنيهات سنويا في مصر الوحيدة بس فإحنا عملنا إيه درسنا الموقف لإنا الناس بتعملوا تغليف ببعض المواد والكلام ده معروف أن أربعين خمسين سنة بس للأسف الشديد المواد دي كلها هي إما كارسينوجينيك تسبب السرطانات أو مواد زي الكابريت بتبقى طريقة تحضيرها صعبة شوية بالصهر وكام ده كله وبتشقى مع الوقت فمتحلش المشكلة فإحنا لجأنا الطريقة مبتكرة تماما تم تسجيلها براءة اختراع والحصول عليها خلاص وعملنا الماكينات اللازمة كمان وعملنا زي خط إنتاج صغير بإنتاج طن وربع في اليوم ده بس مجرد بايلوت ليفل يعني والإنتاج الحرب إن شاء الله تساعدنا في إنتاجه على تم تجربة معذرة الزراعة في أكتر من حقل على المستوى مصر وأكتر من محصول إلى آخره نتاجه أعتقد كنت مبشرة جدا وإن شاء الله يعني الفترة الجاية ندأ أنا سعيدة جدا أن كل هذه الاختراعات حرج بيتكلم على إنه في مصر وهننفذها في مصر ومنهم المشاريع القومية اللي هتتعمل في مصر لأن أنا عارفة أكيد أكيد يعني حادثك أو غيرك من العلماء بتطلبوا كتير جدا في الخارج لكن سعيدة أنه حراك موجود وبتكون حريصة على تطبيق هذه الاختراعات في بلدك بالضبط يا فندم إن ما كانش البحث العلمي والقائمين عليه يساهموا في حل مشاكل بلدهم الراهنة يبقى إيه دورهم في المجتمع وفي الحياة لا طبعا ده ده جزء من رسالتنا في الحياة فأعتقد أنا وكل تلمزتي وحتى الزملاء في كل أماكن على مستوى مصر أعتقد يعني بيسعوا لنفس الهدف طبعا إحنا أكيد دلوقتي عرفنا وفيه اختراعات كتير جدا هو قام بيه وفريقه وأكيد عرفنا هو ليه بيعتبر دكتور إبراهيم الشربيني المؤسس لبرامج أقسام العلوم وطب النانو في مدينة زويل ليه من أكثر العلماء حول العالم تأثيرا وبيعتبر كمان من المؤثرين شكرا لحضرتك سلام عليكم من النماذج اللي احنا فعلا نفتخر بيها ولو قعدنا ساعات طويلة يعني أكيد الفترة دي عارفة أنها أول وقت ده وصار جدا عليك ولكن احنا عندنا وقت يعني هو رابطنا لكن شكرا لك ومنفتخر بيك ونورتنا الحقيقة سلام عليكم شكرا بشكرا لكم بشكركم مشاهدين على الحسن المتابعة إن شاء الله بكرة حلقة جديدة ويوم جديد برنامج آخر ساعة إلى اللقاء